فيهنا لوحدها نزاع بين الولايات حول شرط الإقامة للاجئين في النمسا وده يمكن الخبر ده كنا تناولناه قبل كده بس كان فيه اجتماع للولايات عشان تحديد عملية تحديد أو عملية تنظيم توزيع اللاجئين على الولايات فيهنا ليها رأي وده بيتبناه فيدا كير اللي هو الخاص بالاندماج في النمسا وهناك مقاطعات أخرى كانت موجودة سواء فرال بيرجس نمسا العليا نمسا السفلة ولكن لم يستطيعوا أن يقوموا باتخاذ قرار موحد لعملية التوزيع شايف الموضوع ده مرتبط برضو بعملية فرص العمل من أي جهة لأنه يمكن لو فيه استقرار في العمل أكيد كل واحد من اللاجئين هيروح للمكان اللي يقدر يشتغل فيه لكن أنت دلوقتي ما فيش فرص عمل والناس بولام على فيهنا أن فيها 13 ألف واحد موجودين في فيهنا وإن كانت بعض المستشارين بعض الولايات اتهموا فيهنا أنها في تسهيلات أكثر من الولايات الأخرى نعم صحيح يعني صراحة أن هذا الخبر يعني كان اليوم في مؤتمر على ما يبدو واسع بموضوع توزيع اللاجئين بالتساوي ما بين المقاطعات النمساوية طبعا ليش اللاجئين عم يلجأوا إلى فيهنا خلى مثل ما قالوا أن الناس تلجأ إلى فيهنا بسبب عدم التساوي فيهنا فيدر كير قال والمعنيين بالاندماج والشؤون الاجتماعية في فيهنا قال لك لن نخفض المساعدات وبالتالي سيبقى اللاجئ يفضل أن يأتي إلى فيهنا خاصة من حصل على إقامة لمدة سنة من حصل لمدة سنة؟ فيهنا الوحيدة التي تصرف له المساعدات كاملة يعني بما يعادل من حصل على الإقامة الدائمة طبعا فيه فروقات بسيطة يعني مشان إحنا نكون دقيقين يعني فبالتالي هذا المشهد السازة مدوح بيوضح أنه فعلا فيه خلل كتير كبير بالآلية السياسية اللي بتعمل عليها بصراحة بس يعني شوف التفاوت الكبير فبالتالي صار فيه ضغط كبير على فيينا أنا أراه شيء مفيد يعني أنا الحشد شوف دائما سيد الكريم الزيادة السكانية دائما هي قوة لمن؟ للمقاطعة المستضيفة يعني هلأ فيينا تدفع من جبها ولكن هي عندها بناءا على التعداد السكاني أكيد بتحصل على الميزانية من خلال الحكومة بناءا على التعداد السكاني والأشخاص وجودين فيها بغض النظر هذا موضوع آخر سيد الكريم ميخايل لودفيك ما بسفع شيء من جيبه الخاص ولا أي حدا بالحزب الاس بيو ولا أي حدا بحكومة فيينا بتعمل جيبته الخاص بناءا على المخصصات بناءا على التعداد السكاني بناءا على حجم اللاجئين فبالتالي هذه الكثافة صراحة تفيد من هو في فيينا العمل المواصلات النقل الخدمات كلها بتحصل فيينا بسير فيينا مدينة حيوية يعني قدوم قدوم عشرين ألف لاجئ إضافي بياخدوا مساعدات بيشتغلوا شرائية لفيينا وزيادة في حالة الاقتصادية لفيينا بس بعمل لك أزمة صحية كلام صحية أنا أتفق معك طب ما هو أنت لازم تكون مستعد يعني أنت تكون مستعد لاستقبال فيينا المشكلة الوحيدة أو المشكلتين الوحيدين هي مشكلة التعليم مشكلة السكن الباقي الأمور بصحة الصحة تقريبا خير السيطرة أنت عندك نقص في الصحة عندك نقص في صراحة ما يوجد لا يوجد تقارير لا يوجد تقارير تشير على أنه يوجد ضعف الخدمات الصحية في فيينا يعني أنت لما بتروح المستشفى دلوقتي زي ما كنت بتروحها من عشر سنين مثل ما بروح المشفى دلوقتي هذا شيء والتقرير الرسمي شيء آخر تقرير ما أنت نحن كإعلام نتعامل سيد الكريم بناء على الأرقام بناء على الإعلام ماذا ينشر بناء على أننا التقارير أو الشهادات التي تأتينا أما أنا رحت ومش عاجبك أنت مش عاجبك أنت قيم ولكن هو فعليا ضمن معايير وفي فيينا ما فيه تنسى أنه هي حصلت عدة سنوات وعدة مرات على أنها أفضل مدينة العيش بالعالم فينا نركر عافية تركر لا برضو تقارير تقارير مزيفة تقارير مش مزيفة